بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أرحب بكم أبناء طلاب وطالبات الصف العاشر في حلقة جديدة من دروس فنون البلاغة وموضوع حلقتنا اليوم هو الجناس والسجع كونهما من المحسنات البديعية تعالوا بنا أبناء إلى الشرح والتفصيل ولكن بعد فاصل قصير تابعونا مرحبا بكم من جديد أذكركم أبنائي أن موضوع حلقتنا اليوم هو الجناس والسجع كونهما من المحسنات البديعية اللفظية وقبل أن نشرع في تفصيل الحديث عنهما حريم بنا أن نتذكر بعض الأمور المهمة التي تنولناها في الحلقة الماضية قلنا أن المحسنات البديعية أبنائي وسائل تستخدم لتحسين الكلام وزيادة القول حسنا وجمالا وطلاوة شريطة أن يأتي ذلك القول موافقا لمقتضى الحال وتتضح دلالته على المراد لفظا ومعنى وقلنا أيضا أن هذه المحسنات قسمان القسم الأول هو المحسنات المعنوية وتلاولنا منها الطباق والمقابلة وقلنا أن الطباق أن تأتي بلفظين متضضين أو معنيين متقابلين في سياق لغوي متصل أما المقابلة فهي أن تأتي بمعنيين أو أكثر ثم تأتي بما يقابل ذلك على الترتيب وهنا أبنائي أود أن أنويها إلى نقطة مهمة وهي أنه سألني أحد الطلاب النابهين عقب مشاهدتها الحلقة الماضية وقال لي عددتم العلاقة بين الأبيض والأسود من قبيل الطباق وهو محسن معنوي بينما الأبيض والأسود أمور حسية فلما عددتموها من الأمور المعنوية وهنا تبينت أن هذا الطالب لم يعي ولم يفهم ماذا نقصد بالمحسنات المعنوية لذلك أود أن أقول أبنائي أننا عندما قلنا محسنات معنوية إنما قصدنا أنها محسنات تخدم المعنى محسنات وضعت لخدمة المعنى وعلاقتها المباشرة بالمعنى أما القسم الثاني من المحسنات وهو المحسنات اللفظية وسنتناول فيه بإذن الله تعالى اليوم الجناس والسجعة نبدأ أبنائي بالجناس فماذا يعني الجناس تعالوا بنا أبنائي نتعرف الجناس وذلك من خلال المثال الآتي نقول يقيني بالله يقيني من مكائل الشيطان لاحظوا أبنائي هذا المثال تجدوا أنه احتوى لفظين متشابهين وهما يقيني يقيني ولكن ماذا يعني كل لفظ منهما إن اللفظ الأول يعني يقيني بالله أي ثقتي بالله إيماني الجازم بالله هذا هو ما قصدناه باللفظ الأول أما اللفظ الثاني يقيني من مكائل الشيطان فإننا نعني أنه يحميني يعصمني من مكائل الشيطان إذن أبنائي الجناس هو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلف في المعنى هذا هو المقصود بالجناس والجناس أبنائي نوعان هو الجناس التام والجناس الناقص تعالوا بنا نبدأ بالجناس التام وذلك من خلال هذه الأمثلة يقول أبو الفتح البستي فهمت كتابك يا سيدي فهمت ولا عجب أن أهيم في هذا المثال أبنائي لفظان متجالسان أين هما؟ أحسنتم إنهما لفظا فهمت فهمت ولكن ماذا يعني كل لفظ منهما اللفظ الأول فهمت أي عرفت أدركت ما فيه عرفت كتابك وأدركت ما فيه أما اللفظ الثاني فهمت ولا عجب أن أهيم فهمت أي أحببت همت من الهيام والهيام درجة من درجات الحب إذن أبنائي اللفظان اتفقا في النطق واختلفا في المعنى ولكن أبنائي إلى أي مدى كان الاتفاق بين اللفظين لاحظوا تجدوا أن الاتفاق هو اتفاق تام في نوع الأحرف في عددها في ضبطها في ترتيبها وهذا ما نعنيه بالجناس التام أن يتفق اللفظان في النطق اتفاقا تاما تعالوا بنا نرى ذلك من خلال مثال آخر قال تعالى وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لبثوا غير ساعة أين موطن الجناس أبنائي إنه أحسنتم بين لفظي الساعة وساعة واللفظان كما تلاحظون متشابهان في النطق مختلفان في المعنى ولكن فالساعة الأولى تعني القيامة يوم تقوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أي مدة زمنية قصيرة وهذا هو معنى ساعة في اللغة أبنائي وهنا أبنائي كما تلاحظون المطابقة أيضا مطابقة تامة في النطق بين اللفظين وهنا قد يعترض معطرد ويقول هناك خلاف بين الكلمتين في أن الأولى احتوت للتعريف والثانية لم تحتويها كما تلاحظون أيضا هناك خلاف في الضبط فالأولى ضبطت بالضم والثانية ضبطت بتنويل الكسر وهنا أقول أبنائي هذان أمران لا يعول عليهما للتعريف وضبط الحرف الأخير من الأمور التي لا يعول عليها في الجناس التام أو في بيان نوع الجناس التام لأن حركة الضبط في الحرف الأخير يتحكم فيها الموقع العرابي وهي دائمة التغيير لذلك لا نعول على هذين الأمرين في الحكم على نوع الجناس ننتقل أبنائي إلى مثال آخر وفيه يقول الشعر في رثاء صغيره سميته يحيا ليحيا فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيله أين اللفظان المتجانسان؟ إنهما لفظا يحيا ويحيا وكما تلاحظون التشابه في النطق تشابه تام والمعنى مختلف فيحيا الأولى اسم لهذا الصغير ويحيا الثانية تعني يعيش وهنا أيضا لا نعول على الرسم الهجائي أبنائي فالأولى كتبت بالألف المخصورة والثانية بالألف المدودة ولكن هذا أيضا من الأمور التي لا يعول عليها المعول الحقيقي أبنائي إنما يكون على النطق فقط أبنائي فلا يعنينا الرسم الهجائي في شيء لاحظوا أبنائي هذه الأمثلة الثلاثة مرة أخرى أود أن أنبه إلى أمر مهم في المثال الأول كانت المجانسة بين لفظين من نوع واحد وهما الفعل والفعل وفي المثال الثاني المجانسة حدثت بين اسم واسم أيضا من نوع واحد وفي المثال الثالث كانت بين اسم وفعل وهي أيضا أمور الأبناء لا تعنينا في تحديد نوع الجناس يعنينا فقط النطق لا غير تعالوا بنا أبنائي نؤكد ذلك بأمثلة أخرى نقول يقول أول فتح البستي إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة أين اللفظان المتجانسان؟ أحسنتم إنهما ذاهبة وذاهبة ماذا تعني اللفظة الأولى؟ ذاهبة صاحب عطاء أما ذاهبة الثانية فانية ومنتهية فاللفظان أيضا اتفقا في النطق واختلفا في المعنى ذاهبة الأولى فهي لفظة مركبة من كلمتين ذاه وهبة والثانية لفظ واحد هذا أيضا أمر لا يعنينا في تحديد نوع الجناس وننتقل إلى المثال التالي وفيه يقول الشاعر دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في أرضهم أين اللفظان المتجانسان؟ بوريك فيكم إنهما دارهم ودارهم واللفظان تشابها في النطق واختلفا في المعنى إذ إن المعنى في الكلمة الأولى دارهم أي صانعهم صانعهم وجارهم فيما هم فيه أما دارهم الأخرى فهي مكانهم الذي هم موجودون فيه المثال الأخير في هذا الجناس يقول الشاعر أبو نواس عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل والربيع ربيع في هذا البيت أبنائي كم جناس؟ أحسنتم هناك ثلاثة جناسات وهي عباس عباس الفضل فضل الربيع ربيع وعباس الأولى اسم لوزير من وزراء الرشيد أما عباس الثانية فهي اسم من أسماء الأسد فهو أراد أن يشبهه بالأسد أما الفضل الأولى هنا فهي أيضا اسم لقاض من قضاته وفضل صفة من الصفات الجيدة التي يوصف بها الإنسان والربيع الأخير هنا هي أيضا اسم لوزير من وزرائه وربيع الأخرى هي الخصب والنماء كما تعرفون إذن أبنائي من خلال هذه الأمثلة جميعها نستنتج أن الجناسة التامة هو أن يتشابه اللفظان في النطق تشابها تاما في نوع الحروف وعددها وترتيبها وهيئتها على أن يختلفا في المعنى كما تشاهدون أمامكم نستنتج أبنائي أن الجناسة ما اتفق فيه اللفظان في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها مع اختلافهما في المعنى في سياق لغوي متصل بعد أن فهمنا أبنائي الجناسة التام تعالوا بيتعرف الجناس الناقص من خلال هذه الأمثلة نقول الصاحب ساحب والحركة بركة والغربة كربة كما تلاحظون هذه ثلاثة جناسات الصاحب ساحب لاحظوا أبنائي هل اتفق اللفظان اتفاقا تاما في النطق بالقطع هناك اختلاف بسيط في أن أحد الحروف تغير الصاد تغيرت وصارت سين إذن هذا الجناس صار جناسا ناقصا لأن أحد الحروف تغير في كلمة عن الأخرى وهو في بداية الكلمة وكذلك الأمر بالنسبة للحركة بركة والغربة كربة في كل مثال من هذه الأمثلة حرف تغير في كلمة عن الأخرى لذلك عد هذا الجناس من الجناس الناقص ننتقل إلى مثال آخر يقول عمر رضي الله عنه ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك أين موضع الجناس أبنائي؟ أحسنتم إنه بين لفظي أنقى وأتقى اللفظان تشابها في اللفظ واختلفها في المعنى ولكن إلى أي مدى كان الاتفاق في اللفظ؟ الاتفاق هنا ليس تاما كما أخذنا في التام وإنما اختلف باختلاف حرف وهو حرف النون تغير وصارت أنقى وأتقى لذلك عددنا هذا من الجناس الناقص وفي المثال الثالث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير وموطن الجناس كما تقولون هو الخيل والخير والاختلاف هنا أيضا في حرف في نهاية الكلمة اللام والراء وأخيرا في المثال الثالث الرابع قال تعالى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الجناس وأبنائي بين كلمتي تقهر وتنهر وهما أيضا من اللفظان من الألفاظ المتجانسة واختلفا الأمر في أن حرفا تغير في الكلمتين إذن أبنائي هذا هو الشكل الأول من أشكال الجناس الناقص أن يتم النقص بسبب تغير نوع حرف من الحروف سواء هذا حرف تغير في بداية الكلمة أم في وسطها أم في نهايتها كما تلاحظون في الأمثلة المعروضة أمامكم ننتقل أبنائي إلى صورة أخرى من صور الجناس الناقص وإليكم فيها هذه الأمثلة نقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي أين موطن الجناس؟ إنه بين كلمتي خلقي وخلقي إلى أي مدى اتفقت الكلمتان في المطق؟ اتفقتا إلى مدى كبيرا ولكنهما لم يتطابقا هناك خلاف بسيط أين هو؟ لاحظوا أبناء الخلافون تجدوا أن الاختلاف حدث في حرفين الخاء واللام الضبط فيهما اختلف وهذا الذي أحدث النقص في الجناس تعالوا بأن نرى مثالا آخر في الحياة أيام عذاب وأخرى عذاب أين الجناس أبنائي؟ أحسنتم في عذاب وعذاب والمعنى أبنائي كما تلاحظون مختلف فكلمة عذاب من العذوبة أما كلمة عذاب من التعب والشقاء والتعذيب فالمعنى مختلف في الكلمتين رغم اتفاق اللفظين ولكن الاتفاق ليس اتفاقا تاما كما تلاحظون ننتقل إلى مثال آخر وفيه نقول لو هويت الدراسة ما هويت؟ أين اللفظين؟ أين اللفظان المتجانسان أبنائي؟ إنهما هويت وهويت وهو جناس ناقص والسبب كما تلاحظون هو أن الكلمة الأولى فيها حرف ضبط بالكسر وهو الواو والكلمة الثانية ضبطت بالفتح أيضا فيها الواو فاختلف الضبط في أحد الحرفين لذلك حدث النقص هنا وكلمة هاويت هنا تعني أحببت أما هاويت فتعني سقط فالمعنيان مختلفان كما تلاحظون واللفظان متفقان ولكن الاتفاق ليس اتفاقا تاما ننتقل إلى مثال آخر وفيه نقول قيل لرجل بياض الشي بفضحك فضحك أين اللفظان المتجانسان؟ أحسنتم هما فضحك وفضحك واللفظان كما تلاحظون أيضا تشابها في النطق إلا أن الضبط اختلف فيهما إذن أبنائي نستنتج هنا أن الشكل الثاني من أشكال الجناس الناقص أن يختلف هيئة أحد الحروف أو بعضها والهيئة هي الضبط أو الشكل كما تلاحظون أمامكم أبنائي ننتقل أبنائي إلى شكل آخر من أشكال الجناس الناقص وإليكم فيه هذه الأمثلة نقول دوام الحال من المحال الجنة أحلامه في هذا المثال جناسان هما الحال والمحال ما الفرق بين اللفظين أبنائي من ناحية النطق إن اللفظ الثاني زيد بحرف وحرف الميم في بداية الكلمة كما تلاحظون إذن هذا هو الشكل الثالث من أشكال الجناس الناقص أن يختلف اللفظان المتجانسان في عدد الأحرف بالزيادة أو النقصان كما تلاحظون أما المثال التالي أبنائي فالخلاف هنا بين اللفظين حدث في حرفين أحلى أحلام الكلمة الثانية زادت حرفين عن الكلمة الأولى مما أحدث النقص في الجناس تعالوا بنا ننتقل إلى مثال آخر وفيه نقول الدنيا إذا حلت أو حلت هذا المثال لاحظتم الجناس في حلت أو حلت هناك زيادة حرفين في بداية الكلمة وهما الهمزة والواو زادت عن الكلمة الأولى في كلمة حلت الموجودة في المثال وفي المثال التالي زرت حلب وحلايب أيضا هذان بلدان من بلاد العرب أبنائي فالكلمة الثانية زادت أيضا بمقدار حرفين عن الكلمة الأولى لذلك حدث النقص في الجناس أنتقل إلى المثال التالي وفيه تقول الخنساء إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح أين الجناس هنا أبنائي أحسنتم إنه في كلمتي الجوى والجوانح والجوى هو الحرقة أبنائي أما الجوانح فمفردها جانح وتعني ما بين الضروع إذن الشاعرة هنا أبنائي جمعت في بيتها بين هذين اللفظين الذين أحدثا الجناس وتم النقص في الجناس هنا أبنائي بسبب عدد الأحرف إذ إن الكلمة الثانية زادت حرفين عن الكلمة الأولى إذن أبنائي نستنتج من ذلك أن الجناس قد يكون ناقصا بسبب عدد الأحرف وأود أن أنوها إلى أن الزيادة يجب أن لا تتعدى حرفين على الأكثر بين الحرف والحرفين على الأكثر أبنائي ننتقل أبنائي إلى شكل آخر من أشكال الجناس وفي هذه الأمثلة نقول الله يمهل ولا يهمل هنا أين الجناس أبنائي؟ إنه بين لفظي يمهل ويهمل وكما تلاحظون أبنائي هنا النقص حدث بسبب تغيير أماكن الحروف أي تبديل الحروف كما تلاحظون الحروف هي هي وأماكنها هي التي اختلفت كذلك في قولنا في الحياة آمال وآلام الحروف هي هي وترتيب الأحرف والذي اختلف لذلك حدث النقص في الجناس أنتقل إلى المثال التالي وفيه نقول يجب تخليص التلخيص من أسلوب كاتبه الجناس بين كلمتي تخليص والتلخيص وأبنائي كما تلاحظون حدث النقص في الجناس هنا بسبب ترتيب الأحرف الذي اختلف من كلمة إلى أخرى وفي المثال التالي نقول اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي في هذا المثال أبنائي الجناس بين كلمتي عوراتي وروعاتي هنا كما تلاحظون الحروف هي هي أيضا ولكن الذي اختلف هو ترتيبها في المثال الأخير يقول عباس بن أحنف حسامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للأعداء حتف والجناس بين كلمتي فتح وحتف وحدث النقص فيه أيضا بسبب ترتيب الأحرف والحتف أبنائي هو الموت في معناه كما تلاحظون إذن نستنتج من ذلك أن الجناس قد يحدث فيه النقص بسبب ترتيب الأحرف كما تلاحظون على اللوحة أمامكم هكذا أبنائي نكون قد انتهينا من الجناس بنوعيه التام والناقص ونستنتج أن الجناس غير التام هو التشابه في اللفظين مع اختلافهما في نوع الحرف أو هيئته أو عدد الحروف أو ترتيبها إذن أبنائي نخلص إلى أن الجناس أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفها في المعنى وهو نوعان التام والناقص والتام هو ما اتفق فيه اللفظان في سياق لغوي متصل في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها مع اختلافهما في المعنى ومثاله إذا أردت أن تقوى فعليك بالتقوى أما الناقص فهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد مما سبق نوع الحروف ضبط الحروف عدد الحروف ترتيب الحروف وأخيرا بقي لنا نتعرف فائدة الجناس والجناس والجناس أبنائي يحدث في الكلام جرسا موسيقيا جميلا تطرب له الأذن فيمتع السمع وينبه الذهن ويوقظه إلى إدراك المعنى ويمتع بما يظهر من براعة غير متكلفة للكاتب متكلفة للكاتب أو المتحدث أبنائي نود أن أنوها إلى أننا كنا قد أشرنا في بداية الحلقة إلى أن موضوع حلقتنا هو الجناس والسجع ولكن الوقت داهمنا لذلك سنرجع الحديث عن السجع إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بهذا الأبنائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم راجينا الله تعالى أن تكونوا قد أفدتم مما قدم لكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة أترككم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة